اللهم صيبا نافعا اللهم صيبا هنيئا اللهم غيثا مغيثا مريئا نافعا غير ضا زيكم يا حلوين عاملين ايه وحشتوني جدا 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 يارب كلكم تكونوا كويسين وتكونوا في احسن حال طبعا بتمنى من قلبي ان كلنا نكونوا كويسين في الجو البرد ده اول حاجة عملتها بقى في يومي فطار من حبيبة قلبي خالته طبعا عاملها كحكو كده فانا بعشق ايه وانا بعشق ايه وانا بعشقه 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 انا كنت عند الدكتور وخلصت الدكتور وتلاقى تعود معاه شوية فجابتلي بصراحة فانا اصلا بحبه قوي 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 ثاني حاجة بقى الدكتور برضو بيشتكي من ضغطي لعالي كالعادة مش عارفة ليه والله جماعة المهم الدكتور كاتب لي على على الفوار ده الفوار ده باخده في ربع كوباية لبن دافين فانا اول حاجة بقى عملتها بعض الفطار على طول ان انا خدت ده اوه اضغط وخدت الفوار ده هو مكتوب عليه مكمل غزائي بس هو الدكتور قاعد يقول ان هو مهم ليه جدا يعني فانا خدتها جماعة بصراحة بيخالتها عمل لبن حالوي يعني ثاني حاجة بقى جماعة نعمل صنيت بطاطس بالجنبري انا مش عارفة كل الناس عارفين الاكلة دي ولا لأ بس اكيد اكتر الناس عارفين دي جماعة صنيت بطاطس بالجنبري وبحط فيها خضرة كده انا جماعة بعشق 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 الاكلة دي طبعا الجو ده ساعة قوي فعاوزين الاكلة كده السخنة حلوة فانسدق يا جماعة الاكلة دي حلوة جدا في الشتاء بتدفي والله والله بتدفي اول حاجة بيعملتها طبعا كنتم طلعها الجنبري من بالليل حطفت تلاجة تحت خالص علشان يفك وقوم اطبخ على طول داني حاجة اخدته وخسلته كويس جدا واجبت الحلوة الامر دي وحطت فاها شوية زيت وحط عليها فلفل بس فلفل قصمر بس كده بس هو هقلبه هو اصلا الجنبري هينزل مياه انا بحطش عليه مياه هو الجنبري هينزل مياه حد ما يتسلق خلص كده وتلاقله نوق اتغير كده هو الجنبري ده بصراحة انا كنت جايبا اعمله كفت الجنبري بعدها صحت متأخر بقى فاللي هو مش هلحق اعمل كفت الجنبري وعبدالله كان هيجي فدي كان اسهل طريقة ان انا اعمل فيها يعني الطريقة دي لان كنت مطلعه خلاص هو الحاجة الوحيدة اللي في الفريزر فكت اوحش حاجة جماعة في موضوع الشتة ده ان انت لازم تطلعي الاكل يعني اللي انت تطبقي من قبلها من الفريزر فانت لو سحيت وحبتي انك تغير رأيك مش اتعرفي لان الاكل مش هيفك بسرعة شايفين بقى جماعة هو هنا نزل مية فانا هفضل اقلف فيه لحد ما المية دي ترخ خالص جماعة الاكلة دي تحفى وجد الوحيد انا وعرف ان انا هعملها الاكلة دي كنت جبت جنباري اكبر شوية بس طبعا احنا مليجي نعمل كفتة الجنباري بالمية اصغر جنباري استرخاصي على قد ما تقدري بس لو في الاكلة دي بيبقى حلوة اوي 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 هو جنباري كبير بس هو كمان كان حلوة على فكرة يعني هو كان حلوة اوي انا هنا باكم التعمل اقلف فيه اللي هو عوزي يخلص خالص يعني جماعة سريع على صوتي عشان انا عندي برد طبعا انا ايلالكم من اول فيديو نزلته انا طول الشتاء عندي برد فاعذروني بقى تاني حاجة بقى يا جماعة هنجيب طبقة كده ما كانش عندي كياس اللي هو انا كنت جاء حطيت بقى الزبالة في البسكت وكده فجبت الطبقة ده اقشر فيه ايلالكم وميحبش اقشر ابدا عملك يا بيتدايق بتعصم فجبت بقى البطاطس وهقشرها بصوا يا جماعة بجد والله الاكلة دي سهلة اوي اوي يعني انا تقريبا عاملها في نص ساعة فهي كانت سهلة اوي فانا هنا كنت بقى اشهر البطاطس وهقشر البصلة وهبدع بقى اطاعها ايليا صنية هبصيك هتعملي صنية البطاطس عادية خالص انا مش راحة يعني اللي مايعرفش الوصفة بس اكيد كلكم عارفينها يعني فانا هعمل صنية البطاطس عادية خالص بس كل اللي هعمله بس ان انا هحط فيها خضرة ولا حد يعني الاول ما تستوى احط الخضرة واحط الجنبار يعني احط الجنبار الجنبي كده والله جماعة الاكلة كاد تحفى بجد لو انا عايز اكلها تاني فكر عاملها تاني بسراحة هنا بقى صفيته في المصفة عشان لو لسه فيه مية تنزل وكنت بقى اشهر البصل كل حاجة بقى اشهرها في الطبق وبحطها في البسكت عشان ايه نحاول على قد ما نقدر كده ايه اللاملة من المطبخ اخوارانا يعني فهمين لانه عارفين انتو احنا اول ما بناكل يا جماعة بنقعد مش قادرين نتحرك انا مش عارفة ليه كده مثلا كده من يوم ما بقيت حامل بصراحة لو انا بعمل حاجة وبعد عامل حاجة وبعد بصوا يومي طويل قوي قوي فعلا فلاقينا خلاص بقى بقيت في الخامس يا جماعة وزيكو تدعولي كتير قوي 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 بجد ان رب ده يكمل لي حاملة على خير لان فعلا الدكتور مخوفني قوي بسبب الضغط فربنا يستر هنا بقيت بقى خلاص كنت لست هنا يا جماعة كنت بقى خلاص رستي البصل والبطاطس وحضرت على البهارات ملح وفلفل وشطة وشوي كمون كده مش كتير وخلاص هبدأ ان انا حطاها على النار وكنت عصرت الطماطم بقى وهزودها حاسيت ان الطماطم الليلة شوية فهزودها شوية مية بقى وهاسبها على النار وهغطيها جماعة انا كنت بحس ان البطاطس اللي بعملها ما كانتش بتبقى حلوة لان انا مكنتش بغطيها فاكتشفت اكتشاف انا كل مره بقوله لكم تقريبا ان احنا لازم نغطي البطاطس انا لابقى كنت طلعت الخضرة ومطلعتش كتير يعني مطلعتش خضرة كتير طبعا اول حاجة خسلتها كويس جدا انه ما لازم نخسر الخضار كويس جدا خسلتها بقى كويس جدا وقطعتها علشان اول ما البطاطس تبدأ تدخل في السوة هحط الخضرة وهحط الجنباري مع بعض يعني في الصانية وكده وبس كده وهكون دخلت الفرن وخلاص وبس كده يعني هي كده الاكلة الحمد لله خلصت وانعمل شوية رز بقى ورز بشعرية وخلاص الحمد لله وخلصنا من وجبة الغد الحمد لله جماعة فانا هنا كنت اقطعتها بقى خلاص ولومس تانيا البطاطس يعني يلا والنبي خلاص بقى عبدالله جاي طبعا يا جماعة لازم احنا بنعمل نمسح ورانه يعني لازم يلملم كده المطبخ حوالينا جماعة انا بقى لملم المطبخ حواليا وبخلص هي المطبخ مقلوب برضو على فكرة شايفين بقى جماعة كان نفسي تشوم رحتها اوي اوي يعني كانت خلاص هنا بقى خلاص بدأت تستوى تخرت البطاطس كده شوية وحط الخضرة وهبدأ اوزعها في الصينية كلها بقى لو سايفين بوزعها في الصينية كلها مثلا ما كنتش حتى خضرة كتير يعني انا حتى عدد منظر وطعم كده كده ثانين وهحط الجنبري كله في اتجاه واحد كده وهبدأ احطها على السلسة وهبدأ ادمجه كده مع صينية البطاطس وهدخلها الفرن وبس خلات اخد غلوة مع صينية البطاطس وبعدها بقى ايه خلاص يلا وهدخلها الفرن وكده الحمد لله الاكل الخلص يعني بس حصل حاجة بقى جماعة ان انا بعد ما خلصت الاكل انا كنت تعبت جدا وروحت عادت عندي ماما وجيت بقى لو اعملت مكارونا وبورجر بس كده صورته لكم هننزله لكم ان شاء الله في الفيديو بتاع بكرة وكان يا جماعة البيت مقلوب علي طبعا فطبعا يا جماعة مش عشان احنا ايه في الشتا بقى ولهو ايه بصوا جماعة انا بقى عشق يعني احنا في الشتا هو بحب بقى ويفتح المياه السخنة بقى ايه ولهو بحس ان انا بتدفى واخسل بقى اللطباق والكبيات انا عندي يا جماعة انا عندي اللي هو مبقاش فيه مواعين كتير على اجل بيكون فيه كبيات انا عندي كمية كبيات كل يوم بسبب عبدالله شاي قهوة سحلب كاكاو شاي قهوة سحلب بصوا الى 14 ساعة بعمل شاي وقهوة اللي هو اخر مرة بقوله بقولك ايه انزل راح ده القهوة اللي تحت شوية بس انا بقى قررت ان انا انا يا جماعة قررت ان انا هنزل السوق ان شاء الله بكرة وهشتري كبيات وراء ده قرار نهائي بجد ولو بزودها هشتري اطباق وراء لان يا جماعة بدايق قوي لما ببقى فيه مواعين وما فيش ماء سخنة اللي هو طبعا انا هيخسر المواعين دي ازاي دنيا ساعة قوي قوي لو بقى امنا على السخان قبل لما قرر ان ادخل اخسر المواعين على فكرة قولوا لي مين بيعمل زي يعني لازم اجمام امنا على السخان فقال هنا الحمد لله لو ما هي كانت سخنة باقي حبيتي ان انا صور معاكم وانا بعمل الاطباق وكده عشان اشجعكم انا عارف ان دي اصعب حاجة كلنا بنواجهها الوقتي فاي جماعة مش عشان فيه شتا وفيه برد وفيه حاجات نفضل قاعدين تحت البطانية لا احنا الامني تشجع انا مش عارف انا بنصحكم ليه انا عايزة اللي ينصحني بس قلت ايه اشجعكم وانتو بقى عاوزاكم كلكم تشجعوني في الكومنتات زي ما انا بشجعكم انا شاركتكم اللي عملتو شجعوني واننبي في الكومنتات بقى ايه زي ما انا بشجعكم وكده انا بحب يا جماعة شكل المية والرغوي قوي قوي بجد لو كل ما بتفرج عليها عايزة او مخسر مواعين تاني بس المية سخنة طبعا يعني مسل الحمدلله الوقت انا خلصت الشقة وخلصت المواعين والحمدلله كل حاجة بقت يعني تمام فبصوا جماعة انا عايزة يعني كلنا قبل ما ندخل ننام نكون مخلصين المطبخ انا بحبش ابدا الكركبة يعني بتاعت الصبح دي بيضايق منها قوي لو انا بحاول لقد ما قدر اصحى الصبح ميكونش في حاجة في المطبخ انا عايزة اصحى اعمل مواعين جديدة لو بقاش في مواعين قديمة انا اصحى اطبخ هاخسل الحاجات اللي انا هستعملها وخلاص وبس كده ما بحبش ابدا اللي يبقى سيمين مواعين واطباق ولاقي الحاجات من الزقف والاطباق ساعات يا جماعة بتفرج على فيديوهات كده اللي هو انا بتوتر عايزة بصوا ما بقدرش اكمل الفيديو بجد اللي هو اتضايق قوي قوي وبس كده يا جماعة فالحمدلله بقى ايه عند كل حاجة كانت في الصفاية عندها مكانها بقى في الدراف وكده وخلاص والحمدلله ده يا جماعة بيشيل اي حاجة سودة من على البوتجاز فانسانع يعني هو للبوتجازات نفسه للستالس عاوز اجيب حاجة بقى للعيون وطبعا الجماعة بقى جبتوا مياه سخنة وكبتها بقى على الارض وهاجيب بقى برسيل جيل لرحته يا جماعة خطيرة وبجد رحته تحفة رشيته بقى هو كمان زودته برضو بشوية مياه سخنين والمطبخ بصراحة كان عندي مش نضيف خالص مع انه والله جماعة جايبة مش شاية كبيرة بحيس انها تشيل معي شوية في اي حاجة بتقع بحيس ان انا كنسة بس انا ما بقتنعش ابدا ان المطبخ يكنس مطبخ يعني مسيح ده اللي انا بقتنعه وما بحبش على فكرة برضو المشيات في المطبخ انا حب المطبخ يبقى كده بس عشان انا حامل فمش بقدر ان انا مسحه كل يوم بصراحة فاللي هو ايه بقيت فرشها بس كده بشيلها ايه يعني بشيلها برضو والله يعني من حالتين بشيلها بسراحة وبس كده يا جماعة بقى انسيب المية السخنة بقى على البلاط اللي هي ايه بقى ادعكها شوية بالمقشة وبعدها بقى برش تاني مية ايه برش دي بكب تاني مية وحط تاني بس ايه حاجة بقى ليه تحاول بحبا اه على الارض كده شوية وجبتي بقى المساحة وخلاص هنشف الارض كده خلاص هنشفه بس كده يا جماعة يعني يعطور كان خلاص المطبخ خلص الحمد لله وهسيبو بقى ينشف يعني انا حاليان بس اجلكو الفيديو وسيبقى ينشف انا هقوم بقى فرشه وسريكو المنزر الاخير وخلاص هنشف بقى كان خلاص الحمد لله البلاط منشف وفرجتي المشاية وكده الحمد لله المطبخ خلص والمواعين والبوتا جاز والطبيق وكل حاجة يا جماعة لورا اي حاجة يقوم يخلصها وتشجعها بحبكم اوي باي